دكتور منصور طيب يعني عشان اللي ما عندوش معلومات عن هذا الطريق وعن هذا العمل العظيم ايه هو طريق الكباش طريق الكباش في عجالة كده هو الطريق المقدس الذي كان يربط معبد الأسر بمعبد الكارنك معبد الكارنك كان هو المعبد الأثاسي للإله أمور رعا إله طيبة في ذلك الوقت وكان معبد الأسر يسمى الإبتريسيت أو الحريم الجنوبي اللي كانت فيه زوجته الإله هموت أول ما نفكر في ربط المعبدين ببعض هي الملكة حتشبسوها وعلى المخصورة الحامرة في الكارنك صورت ست مقصير بتقول إنها إنشأتهم على الطريق اللي بربط معبد الكارنك بمعبد الأقصر طب ايه وظيفة طريق الكباش ده أو الطريق المقدس أنا بسميه طريق الألهة لأنه لم يكن طريق عام يرتده العامة بل كان طريقا مخصصا لاحتفال واحد في السنة هو احتفال عيد الأوبت اللي كان فيه عيد الزواج الرسمي بين الإله أمون وزوجته الإله هموت يعني هي كلمة أوبت؟ أوبت يعني الزواج المقدس الزواج المقدس فالمهم إن الطريق ده تعاقب بقى ملوك كتير على إنشاء الطريق ده وتزيينه بالتمثيل وكده الناس دايما تقولك إن الطريق أبو لهول أو طريق كباش هو الطريق بالنسبة لنحنا كأثريين هو الطريق المرصوف اللي في النص أما تزيين الطريق بتمثيل أو بلوحات كان الملوك بيحطوا تمثيل لهم كدعاية لهم على الطريق الكبش نفسه ليه يعني؟ الكبش كان رمز اللي إله أمون راع يعني إله أمون راع دايما لأن الكبش بمثل الخصوبة فكانوا دايما واخدين من الكبش هو رمز اللي إله أمون أمون راع اللي هو الإله الرسمي لكن ليه ربطوا بين الكبش رأس الكبش وجسم أسد لما أمون تسمى أمون راع دايما تلاقي أبو لهول الشهير اللي في الجيزة بجسم أسد لأن الأسد كان رمز من رموز إله الشمس فأمون راع ربطوا بين رأس الكبش وجسم الأسد ومش كل يعني التماثيل دي لأكباش لا 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 تماثيل ده سؤال كويس جدا أو زي ما قلت حدثة أول ما نفكر في ربط المعبدين ببعض هي الملكة حشبسوت لكن أول ما نزين وحط التماثيل على الطريق كان الملكة منحطه بالتالت ثم جيه توتعان خامون وبعدين جيه نتون طبعا كان حصل له أنه هو عمل التوحيد ولله أتون فكسر رؤوس التماثيل كلها ثم أعيد أعاد ترميمها بعد كده وجيه نختنبه لمؤسس الأسر الثلاثين والراجل كان مغرم بالطرق المقدسة لأنه هقول لك قصة ظريفة جدا استرابو لما تكلم عن السرابيو متاع سقارة اتكلم عن طريق دراموس بين بيربط معبد التحنيط في ميت رهينة بإسترابيو من فسقارة ولما جيه أوجست ماريت اللي هو عمل المتحف المصري شاف كان ساعتها في القرن التماثنش كان يجي بالسفن فلأ تماثيل اللي هو في بيت القنصل الفرنس فسأل منين دي قالوا دي من سقارة فلقى طريق أبو الهول برضو بيربط بين السرابيو وبين بيت التحنيط اللي هو في ميت رهينة فكان نختنبه مغرم بالعمل التماثيل على هيئة أبو الهول دي فهو اللي عمل التماثيل أو الصورة النهائية لطريق الكباش